سينوفارم أول حاجة كنا نبتعدين أول حاجة في 2020 ونفاكرين بعد كوفاكس كانت أكسفورد أسترزينيكا بعد كده سينوفارم كان فيه برضو اتفاقيات مبدئية مع أمريكا في بايونتك فايزر ومع روسيا لجامالايا أنستيوت إحنا أسترزينيكا أعتقد بس عاملين اتفاق معهم بعشرين مليون بالضبط أكسفورد أسترزينيكا عشرين سينوفارم لسه جدوا لزمني مش واضح إحنا كده عندنا خمسين ألف من سينوفارم وخمسين ألف من أكسفورد من أصل الـ 20 مليون جرعة اللي مفروض تيجي 20 مليون جرعة يعني تكفي 10 مليون شخص فده الوضع للقاحات على مستوى العالم وعلى مستوى مصر إحنا السنة دي التارجت لمصر أن إحنا نوصل أن 21 مليون مصر ياخدوا اللقاح ده ليه؟ ليه 21؟ إحنا السنة دي بنسميها سنة تحييد المرض يعني أنا عايزة أدي اللقاح للفئات اللي لو جالها كوفيد 19 تعدي منها لقدر الله ممكن يجي لها أعراض تنفسية حد أو تتوقف أنا عايزة أديهم بقى دول اللقاح عشان تعدي منها كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة دول بيسموهم الأكثر خطورة الفئة الثالثة هي بيسموهم الأكثر تعرضا للحمل الفيروسي اللي هو الكادر الطبي فإحنا عندنا الكادر الطبي اللي موجود في مصر في حدود نصف مليون شخص نزودنا عليها عمال المستشفيات وخلافه نوصل لمليون تقريبا بس إحنا ابتدينا الأعداد أقل من كده للعاملين في مستشفيات الخاصة بالحجر الصحي إحنا حتى الآن إحنا يعني وصلين كذا ألف بس مش أكتر بس هو التارجة النسانية دي كلها يعني إن إحنا عندنا 500 ألف شخص بيشتغل دكتور أو صيدالي أو دكتور أسنان وهكذا وعندنا تقريبا 20 مليون شخص ما بين الناس اللي فوق 65 سنة والناس اللي عندهم أمراض مزمنة سواء ضغط أو سكر أو خلافه فيبقى التوتل للناس الأكثر خطورة والأكثر تعرضا 21 مليون مصري